السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلب الكرام في مدرسة أوريانت الافتراضية نضع بين يديكم درسا جديدا من الدروس المقدمة إليكم الكترونيا لمادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي العلمي وفق المنهاج الليبي راجي من الله عز وجل أن تستفيدوا من هذه الدروس وكما نأمن لكم أعزائي الطلاب النجاح في جميع هذه المواد والحصول على أعلى الدرجات لمتابعة تحصلكم الجامعي إن شاء الله أعزائي الطلاب شرحنا في الدروس السابقة تفاضل الدوال الضمنية واستردنا بعض التمارين لإيجاد المعامل التفاضلي الأول للدوال الضمنية سنقوم في هذا الدرس بتوضيح المعامل التفاضلي الثاني في الدوال الضمنية إن شاء الله قبل البدء بتمارين هذا الدرس نتذكر ما هي الدالة الضمنية هي الدالة المعرفة على الصورة دال سين صاد 7 صفر أي الدالة عندما لا نستطيع الحصول على صاد بدلالة سين بسهولة أي ليس من السهل أن نحصل على صاد بدلالة سين واشتقاق هذه الدالة يسمى الاشتقاق الضمنية أي أن دال صاد على دال سين يسمى المعامل التفاضلي الأول أو المعامل التفاضلي بينما مشتق دال صاد على دال سين بالنسبة إلى سين اللي هو دال مربع صاد على دال سين مربع يسمى المعامل التفاضلي الثاني في الدوال الضمنية بداية نأخذ المثال التالي إذا كان سين مربع ناقص صاد مربع زائد عشر سين ناقص خمس صاد زائد تساطعش يساوي صفر فأوجد المعامل التفاضلي الثاني دال مربع صاد على دال سين مربع عندما دال صاد على دال سين يساوي صفر أي عندما يكون المعامل التفاضلي الأول يساوي الصفر نلاحظ أن سين مربع ناقص صاد مربع زائد عشر سين ناقص خمس صاد زائد تساطعش يساوي صفر هي دال للضمنية وبالتالي بمفاضلت كل حد بالنسبة إلى سين أي لدينا الحدود سين مربع صاد مربع عشر سين خمس صاد تساطعش والصفر مفاضلت كل حد أي أن مفاضلت سين مربع ناقص مفاضلت صاد مربع زائد مفاضلت عشر سين ناقص مفاضلت خمس صاد بينما مشتق الثابت هو الصفر يساوي الصفر بالتالي مشتق سين مربع بالنسبة إلى سين هي اتنين سين بينما مشتق صاد مربع بالنسبة إلى سين هي اتنين صاد دال صاد على دال سين زائد مشتق عشر سين اللي هي عشرة ناقص مشتق خمس صاد اللي هي خمسة بدال صاد على دال سين يساوي الصفر وبالتالي مشتق هذا المقدار أو بالتفاضل كل حد بالنسبة إلى سين نلاحظ أنه يعطي اتنين سين ناقص اتنين صاد بدال صاد دال سين زائد عشرة ناقص خمسة بدال صاد على دال سين يساوي الصفر وبالتالي نلاحظ بوضع اتنين صاد دال صاد على دال سين مع ناقص خمسة دال صاد على دال سين في الطرف الاول ونقل اتنين سين مع عشرة الى الطرف الثاني يصبح لدينا في الطرف الاول ناقص اتنين صاد دال صاد على دال سين ناقص خمسة دال صاد على دال سين يساوي ناقص اتنين سين زائد 10 تصبح ناقص 10 أي الطرف الثاني ناقص 20 ناقص 10 بضرب ناقص لكل الطرفين ينتج لدينا 2 صاد بدال صاد دال سين زائد 5 بدال صاد دال سين يساوي 2 سين زائد 10 بإخراج دال صاد على دال سين عام المشترك بكل الطرفين في الطرف الأول يصبح لدينا 2 صاد زائد 5 بدال صاد على دال سين يساوي 20 زائد 10 بقسمة الطرفين على 2 صاد زائد 5 وبالتالي يصبح لدينا دال صادة دال سين يساوي 2 صاد زائد 10 2 صاد زائد 10 على 2 صاد زائد 5 وهو المعامل التفاضلي للدالة المذكورة في هذا المثال من معادلة المعامل التفاضلي الاول المعامل التفاضلي الثاني زائد 5 بدال صادة دال سين يساوي 12 زائد 10 بتعويض بدال صادة دال دال سين يساوي الصفر لإجاد قيمتي سين وصاد بدلا من دال صادة دال سين يصبح المقدار الثاني اللي هو 2 سين زائد 10 يساوي 0 وبالتالي حل هذه المعادلة هو سين يساوي ناقص 5 ولإيجاد قيم صاد نعوض سين يساوي ناقص 5 في المعادلة الأساسية أو في الدالة الأساسية ليه سين مربع ناقص صاد مربع زائد 10 سين ناقص 5 صاد زائد 19 يساوي 0 بدل كل سين بناقص 5 تصبح من الشكل التالي ناقص 5 للتربيع ناقص صاد مربع زائد 10 بسين أي 10 بناقص 5 ناقص 5 صاد زائد 19 يساوي 0 بفك الأقواز ناقص 5 للتربيع اللي هي 25 وناقص صاد مربع ناقص صاد مربع بينما 10 بناقص 5 اللي هي ناقص 50 ناقص 5 صاد ناقص 5 صاد زائد 19 زائد 19 والكل يساوي 0 نلاحظ في الطرف الأول لدينا زائد 25 ناقص 50 زائد 19 يساوي ناقص 6 وبالتالي تصبح ناقص صاد مربع ناقص 5 صاد ناقص 6 يساوي الصفر بالتهزيم بضرب جميع الحدود او طرفي المعادلة بيناقص 1 تصبح بالشكل صاد مربع زائد 5 صاد زائد 6 يساوي الصفر وبتحليل سلاسي الحدود اي نبحث عن عددين مجموعهما 5 وجدائيما 6 العددين هما او العددين هما 2 و 3 اي ان سلاسي الحدود يكتب بالشكل صاد زائد 2 بصاد زائد 3 يساوي الصفر اي حللنا هذا الكثير الحدود حل هذه المعادلة اما صاد زائد 2 يساوي الصفر بالتالي صاد يساوي ناقص 2 او صاد زائد 3 يساوي الصفر بالتالي صاد يساوي ناقص 3 اي ان حلل هذه المعادلة هو صاد يساوي ناقص 2 وصاد يساوي ناقص 3 اي عندما كان دال صاد عدال سين يساوي الصفر وسين يساوي ناقص 5 فان اما صاد يساوي ناقص 2 او صاد يساوي ناقص 3 بالتالي أصبحت لدينا المعطيات التالية. عندما دال صاد 1 صاد يساوي 0 فان Wel 0 صاد يساوي ناقص تنين وهو حل الاول. cũng Di الحل الثاني . وال th يساوي ناقص خمسة فان صاد يساوي ناقص ثلاثة. وبالتالي لاجهات المعامل التفاضلي الثاني. نفاضل دالة المعامل التفاضلي الاول بالنسبة الى سين. اي نفاضل اتنين صاد بدال صادة دال سين زائد خمسة بدال صادة دال سين يساوي اتنين سين زائد عشرة بالنسبة الى المتغير سين. نلاحظ انها ايضا دالة ضمنية بالنسبة الى سين. وبالتالي مفاضل كل حد من الحدود بالنسبة الى المتغير سين. لدينا الحد الاول اللي هو اثنين صاد دال صادة دال سين. الحد الثاني اللي هو خمسة بدال صادة دال سين. ساوي الحد الثالث اللي هو اثنين سين والحد الرابع اللي هو عشرة اي المعامل السابق مفضلت الحد الاول اي مفضلت اثنين صاد بدال صاد دال سين زائد خمس سابق مفضلت الحد دال صاد على دال سين بالنسبة الى سين يساوي مفضلت اثنين صاد بالنسبة الى سين زائد مفضلت العمل السابق اللي هو صفر نلاحظ لدينا مفضلت ثلاثة مقادير المقدار الاول اللي هو اثنين صاد بدال صاد دال سين تفاضل جداء دلتين الدل الأولى 2 صاد الدل الثاني هي دال صاد على دالسين. اي مشتق الاول في الثاني زائد مشتق الثاني في الاول. مشتق الاول اللي هو مشتق اتنين صاد. مشتق اتنين صاد اللي هي اتنين بدال صاد على دالسين. مشتق اتنين صاد اللي هي اتنين بدال صاد على دالسين. هاد مشتق الاول في الثاني اللي هي دال صاد على دالسين. زائد مشتق الثاني في الاول. الاول اللي هو اتنين صاد في مشتق دال صاد دال سين اللي هي المشتقة الثانية اي دال مربع صاد على دال سين مربع. تفاضل دال صاد على دال سين بالنسبة الى دال سين هي دال مربع صاد على دال سين مربع. اي ان تفاضل المقدار اتنين صاد دال صاد على دال سين بالنسبة الى سين هي اتنين بدال صاد دال سين ضرب دال صادة دال سين زائد اتنين بصاد دال مربع صاد على دال سين مربع. زائد خمسة بتفاضل دال صادة دال سين بالنسبة الى سين هي دال مربع صاد على دال سين مربع. تفاضل دال صاد على دال سين بالنسبة الى المتغير سين هي دال مربع صاد على دال سين مربع. زائد مشتق اتنين سين بالنسبة الى السين اللي هي اتنين. بالتالي تصبح بالمفادلة المعامل التفاضلي الأول بالنسبة إلى سين هي 2 بدال صادة دال سين للتربيع زائد 2 صاد بدال مربع صاد على دال سين مربع زائد 5 بدال مربع صاد على دال سين مربع يساوي 2 والتالي دالة المعامل التفاضلي الثاني هي من الشكل 2 بدال صادة دال سين للتربيع زائد 2 صاد بدال مربع صاد على دال سين مربع زائد 5 بدال مربع صاد على دال سين مربع يساوي 2 لإيجاد قيمة دال مربع صاد على دال سين مربع أي المعامل التفاضلي الثاني وفق الشروط المعطاة أي عندما دال صادة دال سين يساوي الصفر نجد أن عندما دال صاد على دالسين يساوي 0 فإنه سين يساوي ناقص 5 وصاد يساوي ناقص 2 نعوض في معادلة المعامل التفاضلي الثاني أي دالة المعامل التفاضلي الثاني بدل دال صاد دالسين 0 ويصبح المقدار على الشكل التالي 2 بصاد 2 بناقص 2 بدال مربع صاد على دالس مربع زائد خمسة بدال مربع صاد على دالس مربع يساوي اثنين. بحل هذه المعادلة اي المجهول هو المعامل التفاضلي الثاني ناقص اثنين باثنين ناقص اربع بدال مربع صاد على دالس مربع زائد خمسة دال مربع صاد على دالس مربع يساوي اثنين. ناقص اربع دال مربع صاد على دال سين مربع زائد خمسة دال مربع صاد على دال سين مربع يساوي اتنين هي واحد خمسة ناقص اربعة واحد دال مربع صاد دال سين مربع يساوي اتنين. اي ان الحل الاول. اي عندما دال صاد دال سين يساوي صفر وسين يساوي ناقص خمسة وصاد يساوي ناقص اتنين فإن المعامل التفاضلي الثاني هو يساوي 2 تعويض القيمة الثانية لصاد عندما دال صاد على دال سين يساوي 0 والسين يساوي ناقص 5 فإن صاد يساوي ناقص 3 نعود بدل دال صاد على دال سين يساوي 0 وبدل صاد بناقص 3 نجد أنها تصبح من الشكل 2 بصاد ناقص 3 بدل مربع صاد على دال سين مربع زائد 5 بدل مربع صاد على دال سين مربع يساوي 2 في الطرف الأول 2 بناقص 3 ناقص 6 بدل مربع صاد على دال سين مربع زائد 5 بدل مربع صاد على دال سين مربع يساوي 2 ناقص 6 زائد 5 هو ناقص 1 وبالتالي تصبح في الطرف الأول ناقص دال مربع صاد على دال سين مربع يساوي اثنين بضرب طرفي المعادلة بناقص واحد تصبح لدينا المعامل التفاضلي اللي هو دال مربع صاد على دال سين مربع يساوي ناقص اثنين أي أن عندما دال صاد على دال سين يساوي صفر وسين يساوي ناقص خمسة وساد يساوي ناقص ثلاثة فإن المعامل التفاضلي الثاني هو ناقص اثنين وبالنتيجة فإذا كانت الدالة من الشكل سي مربع ناقص صاد مربع زائد عشرة سي ناقص خمسة صاد زائد تسطعش يساوي الصفر فإنه عندما دال صاد على دال سي يساوي الصفر فإنه سي يساوي ناقص خمسة وصاد يساوي ناقص اثنين وكذلك المعامل التفاضلي الثاني اللي هو دال مربع صاد على دال سي مربع يساوي اثنين هذا حل أول عندما دال صاد على دال سي يساوي الصفر وبالتالي أيضا الحل الثاني أي عندما دال صاد دال سي يساوي الصفر فإنه سي يساوي ناقص خمسة وصاد يساوي ناقص ثلاثة وبالتالي المعامل التفاضلي الثاني اللي هو دال مربع صاد على دال سي مربع يساوي ناقص اثنين أي أنه المعامل التفاضلي الثاني هو اثنين وناقص اثنين عزيزي الطلاب بهذا المثال نكون قد وضحنا إن شاء الله مفهوم المعامل التفاضلي الثاني للدوال الضمنية نأمل لكم أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا الدرس دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته